بنتكلم أولا عن أيام الطفولة أيام ما كانت أمي تقية طفلة عمري كم؟ خمس ست سبع ثمان عشر سنوات؟ أيام الطفولة عاشت أمي اشتقي فيه كنن فيه كنن وفيه جي من الأخ أنه أصل منعني لا أغنيش يعني أنت بدأت تتغني من عادك صغيرة؟ بدأت وانا في حدود 12 سنة 13 سنة؟ اي لكن انا هو يتيم ونحن وانا صغيرة طفلة كنت هرب على المياه سيغني في الحمى وتقول لي حجناني وأقول ما على الشي ما يوقع فيني شي وأغني تسمعي صوتك هاتف؟ استحليل صوتك كنت أغطى ضيق تجاه هالأشي من البيت ساعة ما أقوليش من أنا لو طرف الشارع السوق أغطى عصير أتصرف أشتري بقرش السكر وقرش قشر وضوي وأنا بيني غني من طرف الشارع حلا حلا بالشارع عسب الناس يسمحوا صوتي الله كنت هاوي إلا الفن مش حسي حم الزلطة ولا حسي حمدي شي شهرة ولا أي حالة ولا حنت شهرة ولا أنا داني نانش أشتر كنت فقط تشتري تغني أشتري أغني والناس يعرفوا أن صوتك حلو وغميل أول ما بدعت غني دخلت بيته الله نصلي على كامل حليل صلاة السلام بيته مضحر أدي في ضلحة دخلت والعالم التي والملان وأنا رحشني النافض كانت تقولي تيكة الذي بتغني جنبي ما عليش قلتي والناس خيرة تقفني في عالم لا نزل ننسى قلت لا نزل ننسى قلت يلا بسم الله تعيت واحدة من صداقي جنبي كنت جاي هنا جنبي أسبل للماء تقولي كيف الغني أيوة كيف الدكة لاحظة أول ما بدعت هذي أول أغنياني اي بعدها كنت أدوك وأقولها يامي كيف قلت عيسر تزحزقية شوية وأنا أخباط والله لو ما قريد أتم غني بتقول أيامي قلت ما درحيني على السلام قلت خلص خرجت وأنا مرتاحة خرجت يوجوب خرجت سيء عند الزلاط حنقت غنوبي وكم حصلت في أول يوم؟ نص قرش نص قرش والله ما سوى الله بس عد القرش كنلو قيمة واحدة في الأيام اي عد القرش قرش صحيح وبعدها كنت قندي في بيتها القاظمي كنت أقول غنبي بلاش قال الما قلت عزب بتعلم قوي ها تدربي يعني ايوة كنت تدربي وتحصلي فلوس ليش عا تقولي بلاش ما عاشت أغني نصك طيبة نصك طيبة أنا أكثر قناية بلاش لاشي مسكي لاشي يتيمة لاشي حريوة يتيمة لاشي نصي الحمول أنا حريوة يتيمة يا أموتقي يا أغني لله لا أغني ليش من مصد حيوني طيب موسيقى 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 الموسيقى موسيقى يوم فارا حافظنا فنال شباب نرجع لأيام الطفولة أيام العيد نستذكر مع بعض أيام العيد وإحنا نعيش هذه الأيام أيام عيد جميل ومميز بكل مواقف ومنطقية لما كانت صغيرة كيف كانت تستعد للعيد كيف كانت تتجهز للعيد كنت تستعد للعيد وتجهز تصيروا مش تريلي زنة وبنطلوا وقارقوش وفوضوا أتفابها ودنقشني ما حدرقوش طولة الله تجلسي هكذا علشان النقش حالي شاب حاليدي طولة الله وتقول لي قوم أركضي قلت والله ما أركض حيصير النقش وتجلسي صاحية علشان النقش يثبت زي ما هو أي للصبح والصبح نسي نسلم على الجارة التولانة من نصف كارش من ربع كارش من قرش ونضغي كم كانت تطلع لي؟ كم كنت تلاقي حقا؟ كنت حصل لدار ثلاثة أربعة قروش خمسة قروش قلت تصير فيها لي كل يأخذوها عليك؟ أه عطيها لأمي ما تصير فيها شانتي؟ أه أنت ما أحسك عند الفلوس؟ أشي أحسي عند الفلوس أنا أحسيه غني أيوة وبعد الغداء تقول لي من عصيري؟ أقول أصير أدره كان يعملوا مدارف الحوايا أيوة يا ابنة يجي سي قلت والله ما حدي ما سير أدره وأصير استقاف والصوت يأضك في يدي يا عيني يا عيني يا عيني وتقول لي إنه بهدلتي بي بتعتي بي قلت إنه ما بنفعل كانت بتقوري لما يسمحوا الحالم قلت يسمحوا أنا أشتيت دره واش يغني أخي لا يضني أخي جلستنا وأخي من ما يقين ثلاثين سنة يعرف صورتي ولا يعرف صورتي علشان الغناء؟ علم مدى الغناء لا يشتيش يغني وفي الأخي لو ما قضوا مريدي يرحم دعوني ستين وتسامحوا من بعض وتسامحنا والله يبري ويسامح إن كانت معك الله يرحمه الله يرحمه طيب قلت لي كنت تنتقشي وتبسي حقيقة البدلة القديم أصير أسلم أصير أسلم تأخذ عوادة العيد أصير أسلم عند الجيران كيف كان العيد زمان؟ أحسن ولا الآن أيام الآن؟ كل وقت بوقتك هذك الزمان واليوم واليوم هذك أيامة نحن وهذا لين أيامة الشباب بس يومات أخيها يقولون أن أيامكم كانت حالية إن كانت أنفس طيبة النفس طيبة وكل شي موجود هذا لين من نفس كادحة وما بش كان يقسموا كل حاجة بالنصف أيش أكثر حاجة كنت تفرحي بها في العيد؟ هل كان يفرحك ثوب العيد؟ ولا النقش؟ ولا العصب العوادة؟ أنا جاهل أو لا ترحي؟ وأنت أنت قاهلة؟ الزلط ما عرفتش ما عرفتش آه الله وقدت تحصل لي على مبلغ بسيط وتجيبيه لأمك؟ كنت أحصل على مبلغ بسيط وقدت لها عند أمي ما وقع لي إله عند أمي يعني شاقية من يوم يومك بدأت شاقيت عليها وأنا ابنت 8 سنين